نيابة عن معالي رئيسي مجلس الشورى والنواب رحب سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيسي مجلس الشورى بنعقاد الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز في مملكة البحرين وأكد فخرو الحرص على إنجاح أعمال شبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها وخلال كلمته أمام مؤتمر الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز الذي أقيم في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان الصديقة تحت عنوان دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة أشار فخرو إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بالدعم التام لأهداف حركة عدم الانحياز التي تسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين مؤكدا أن المملكة تعمل من أجل دعم ركائز الأمن والاستقرار في العالم والحفاظ على نسق العلاقات الودية والتعاونية في إطار المنظومة الدولية وذكر فخرو أن المملكة تدعم تحقيق مفهوم التعايش السلمي بين مختلف الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والابتعاد عن السياسات العدائية التي من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي والعالمي وأوضح فخرو أهمية العمل على تعزيز دور برلمانات الدول الأعضاء في دول عدم الانحياز لضمان الحفاظ على تحقيق المبادئ التأسيسية للحركة والعمل على تقريب وجهات النظر من خلال آليات العمل البرلماني الدولي ترجمة نانسي قنقر